مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أصحاب القرار ضيف الحلقة الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير خارجية مملكة البحرين لنبدأ من الملف السوري يبدو وكأن دول مجلس التعاون العربية في الخليج العربي تلعب دور حتى ربما يقال أنه أكبر من إمكانياتها في حل تسوية هذه الأزمة وقد تكون بدينا ربما حتى عن الجامعة العربي هل تعتقدون بأن هذا الدور مثمر ولماذا هذا الاهتمام الكبير بالشأن السوري والله يا أخي هذه أزمة مهمة وخطيرة سوريا أحد أعمدت الاستقرار في المنطقة إذا كانت سوريا بلد مستقر وآمن وشعبه يعني يمضي في حياتها اليومية بشكل طبيعي لكن ما يجري اليوم في سوريا هو شيء الحقيقة صعب جدا هناك يعني الناس تموت يوميا الأمنيا عدم في بعض المدن قد تكون هناك مدن أخرى مستقرة لكن ما في شك أن هناك مشكلة كبيرة فالجامعة العربية أخذت على عاتقها مسألة التعامل معها للوضع لأننا نحن المسؤولين عن شؤون أنفسنا قبل الآخرين انظر ماذا حدث في ليبيا ليبيا جاء العالم ودخل واضطروا العرب أن يتعاملوا مع الموضوع على حسب الظروف والتطورات لكن في مسألة سوريا التدخل العربي وبالأخص دول مجلس التعاون كان هو أنه ليكون الحل وليكون التدخل العربي من أهل المنطقة ونحن نتطلع إلى أن ننجح أفهم من ذلك أنكم تشددون على عدم تدخل قوة خارج الإقليم في تسوية الشأن السوري طبعا أولا لا أحد من خارج الإقليم يريد أن يتدخل هذه مسألة خطيرة جدا لها نتائج تؤثر على كل دول المنطقة ولذلك نحن أيضا نرى هذا الشيء ونفضل أن لا يتدخل أحد ونفضل أن تحل الأمور ما بين القيادة السورية وبين المعارضين في سوريا بيعون ودعم من إخوانهم العرب ومن جيران تذكرون جيدا أنكم على مدى السنوات الماضية استضفتم الكثير من المؤتمرات الإقليمية والدولية حول ملف الأمن الإقليمي خاصة ما هو برأيكم الصياغة المثلة لوضع برنامج أمني عسكري وسياسي وربما حتى غذائي لمنطقة الخليج في ضوء التهديدات التي تأتي من الجرف الآخر شوف أخي هناك أفكار كثيرة لكن ما في شك أن أمن الخليج هي مسؤولية عالمية لأن منطقة الخليج العربي وما فيها من طاقة وما فيها من ثقل اقتصادي يهم العالم بكل أطرافه إن كان الولايات المتحدة إن كان الصين إن كان روسيا إن كان الجميع الكل له رأي في أن هذه المنطقة يجب أن تكون مستقرة اللي أولى من ذلك هو أهل المنطقة نفسهم إن كانوا دول مجلس تعاون إن كانت إيران إن كانت العراق إن كانت مصر إن كانت اليمن إن كان الجميع باكستان الهند تركيا كلهم لهم يعني دور ولهم مسؤولية في استقرار هذه المنطقة وهناك أفكار كثيرة طرحت من بين هذه الأفكار اللي ممكن أطرحها هو الطرح الروسي لأمن الخليج روسيا طرحت وهذه فكرة جيدة جدا رحبنا فيها في زيارة جلالة الملك حمد حفظها الله إلى موسكو قبل فترة الطرح الروسي هو أن يكون لدول المنطقة وللدول الكبرى وللأمم المتحدة دور وتفاهم معين يصلون إليه لأمن هذه المنطقة هذه فكرة عظيمة نتمنى أن يتم التجاوب معها حسب ترتيبات وحسب تفاهمات بين كل المنطقة ونرحب بهذه الأفكار أي شيء يستثني مصالح أي دولة إن كانت في المنطقة أو في خارج المنطقة سوف لن ينجح يجب أن يأتي الجميع إلى الطاولة ويجب على الجميع أن يتفق إذا دخلنا في الإجراءات ماذا تقترحون هل تطرح هذه الفكرة على الجامعة العربية تطرح في مجلس الأمن من أجل الوصول إلى فعلا هذه الصياغة بحيث تشارك كل الدول باعتبار كما تقولون أنها منطقة حيوية للجميع نعم هناك أفكار كثيرة وهناك من يرى أن يتم التفاهم لوضع نوع من الردع الأمني طبعا هناك أخطار كثيرة هناك دول في المنطقة تهدد استقرارها أنا في بلد تو طالع اليوم من أزمة كان ما في شك أن استقرارها مهدد بشكل كبير والتحريض كان واضح حتى أيضا على وسائل الإعلام فإذا استمر هذا الشيء هذا الطرح قد يصل إلى مصاعب يجب أن على دول منطقة أولا تصل إلى نقطة أنها يجب أن تستقر ويجب أن تعمل مع بعض للاستقرار أما التآمر على هذه الدولة أو تلك أو التدخل في شؤون هذه الدولة أو تلك هذا الشيء لن يجعل هذا الطرح يبدأ من الصفر هل يستدعي ذلك إعادة هيكلة المجلس التعاون على مستوى التنسيق على مستوى إيجاد قوة ردع أكبر لمواجهة هذه المخاطر التي تتحدثون عنها مجلس التعاون لا يحتاج إلى إعادة هيكلها مجلس التعاون قائم على هيكل قوي وثابت ويعني بني على عدة مراحل مجلس التعاون أثبت في الفترة الأخيرة وبالأخص فيما يتعلق بالبحرين أثبت أنه قوة متماسكة وتتحمل مسؤوليتها العالمية لاستقرار هذه المنطقة إن كان من ناحية لدعم الاستقرار والمثل هو توفير الدعم الاقتصادي لمملكة البحرين وسلطنة عمان من قبل الدول الأربع الأخرى أو إن كان دعمهم للأمن في ردع أي خطر خارجي وذلك بتوفير وإنفاذ اتفاقية قوات درع الجزيرة حين جاءت للدفاع عن البحرين ضد أي خطر مجلس التعاون مقبل بعد تقريبا شهر أو أقل على قمة مهمة في الرياض هذه القمة طبعا هي أول قمة تأتي بعد كل هذه التطورات اللي مرت فيها المنطقة وهذه قمة رئيسية هذه قمة حقيقية سيتم فيها النظر في موضوع الأخطار اللي ليس فقط تهدد من استعاون بل كل ما يحدث في المنطقة والسبل التي تؤدي إلى استقرارها فمسألة إعادة هيكلة غير واردة لكن مسألة النظر من جديد مسألة استشراف المستقبل هو ما سيرد في هذه القمة الغادمة قلتم أنه هذه القمة ستكون القمة الأولى بعد الأحداث التي تعيشها المنطقة بلا شك أنكم تقصدون ما يطلق عليه الآن الربيع العربي ما هو موقفكم كمملكة البحرين من هذا الربيع؟ شوف أخوي هذا الربيع العربي موقف مملكة البحرين كان واضح من قبل من يوم ما كانت الأحداث لا زالت في أولها قبل أن تتعرض البحرين لأية أحداث كان سموه للعهد في اسطنبول وتكلم وقال أن هذا التحول الذي يشهده العالم العربي هو التحول المهم وتحول كبير يجب أن نرعاه ويجب أن نتأكد أنه ينجح ولا يذهب إلى طريق محفوف بالمخاطر لأن أي الأمم تكون في فترة التحول تكون في أضعف حالاته حقيقة تكون في أضعف الحالات فيجب أن نتأكد أنه تطلعات الشعوب للحرية للمشاركة للحقوق في كل مكان يجب أن تكون هي التي يتم الوصول إليها نتيجة لما هو في الربيع العربي وهذا الشيء اللي مرت فيه كثير من البلدان بعضها خطت خطوات ونجحت بعضها حققت كثير وبعضها تعرضت لهزات ليس بالضرورة لها علاقة بما يتطلبه الربيع العربي وبالأخص هنا أقول عن بلادي البحرين تعرضت لأمور كثيرة ليست كانت واردة في أي حركة مطلبية كانت من قبل موجودة في تاريخ بلدنا كانت دائما هناك مطالب لكن ما حدث في هذه الفترة تضمن أيضا أمور أخرى النقطة الثانية أن الربيع ليس فقط عربي صحيح هو بدأ في بلد عربي في تونس صحيح هو اتخذ الاسم الربيع العربي حين جاء إلى مصر اللي هي قلب الأمة العربية لكن هل بالضرورة أنه يقف عند حدود العالم العربي هناك دول كثيرة تحتاج إلى مثل هذا الربيع في هذه المنطقة وسيأتيها هذا الربيع ويجب عليها أن تنتبه إلى المستقبل يعني هذه الدول التي سيأتيها الربيع ربما فعلا هو قد جاءها وتأجل ثم سيأتي لاحقا هل تعتقدون بأن هذه التهديدات الآن التي تصدر بضرب منشآت في إيران هي تهديدات حقيقية من أنها في محاولة لخلق وضع متوتر في المنطقة أولا ودفع الناس إلى شراء المزيد من الأسلحة هناك من يقول في بعض الدوار حتى الأميركية أن هذا هو قعقعة في فنجان أخي العزيز ليست قعقعة في فنجان صراحة مسألة التهديد بضرب خصوصا من مصادر هذا التهديد هذه تهديد حقيقي كلنا نذكر أن إذا نتكلم عن التهديد أن يأتي من إسرائيل أن إسرائيل قد هددت ونفذت تهديد في السابق وضربت مفاعل نووي في المنطقة وأأتي بهذا المثل مفاعل نووي العراقي فماذا سيمنحهم من أنهم سيقومون باعتداء مثل هذا الشكل على إيران هذا بيكون تطور خطير هذا سيدخل المنطقة إلى حافة هاوية الله أعلم شنه عمقها أو بعدها نحن لا نريد أن يكون هناك أي اعتداء عسكري بأي شكل من الشكال إن كان على إيران ومنشآت النووية أو على غيرها ما نطمح إليه هو السلم كل اللي نتطلب من إيران نطلبه هو أن برنامج النووي يكون شفاف كامل وهذا ليس بطلب كبير هذا العالم كله يطلبه أكرر هنا من حق إيران الطاقة النووية بكل شكل للأغراض السلمية هناك اليوم تقارير من هيئة الطاقة الذرية تشير وتلمح إلى أن هناك إمكانية في تسليح أو إدخاله في بعض السلاح وابنائزيشن لهذه الطاقة النووية هذا هو الشيء الخطير هذا في تهديد لكل المنطقة لماذا الحاجة لهذا السلاح النووي إن كانت هناك شفافية كاملة إن تم تعيين المراقبين مكان المراقبين الذين قدموا استقالتهم وأن يفتح ذلك الباب إن أعيدت الكاميرات بكل طاقتها إلى كل الأماكن التي تتراقبها الهيئة نخاف من ماذا إذا كانت هي طاقة سلمية هذا هو المطلوب إن تم ذلك فنحن سنكون من أوائل المدافعين وبكل علنية عن هذا البرنامج النووي الإيراني لأنه يثبت لنا أنه هو برنامج مدني وسلمي وبكل شفافية الآن ليست عندنا هذه الصورة ولا نقدر أن نتخذ أي خطوة بهذا الشكل يعني كما تعلمون أن إيران تنفي أن لديها برنامج عسكريا وأن كان هذا النفي يعني غير مقترن بدلائل فيما يتعلق استطرادا فيما يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية أشير في أكثر من المناسبة إلى أن بلدان الخليج العربية تسعى إلى امتلاك ناصية الطاقة السلمية النووية هل لديكم أيضا في مملكة البحرين باعتبار أن موارد البحرين من الطاقة ليست كبيرة مثل ما هو موجود الأمر عليه مع الجارات الأخريات اللجوء إلى هذا الطاقة البديلة وهل ستكون روسيا المعروفة بأنها تمتلك خبرة طويلة في بناء المفاعلات شريكا لكم في هذا الأمر؟ شوفوا أخي مسألة الطاقة النووية مسألة يجب أن ينظر لها في إطارها الصحيح أنها طاقة بديلة جديدة تأتي اليوم مثل ما كنا يوم الأيام الناس تحرق الخشب بعدين قامت تحرق الفحم وبعدين صرنا عندنا الهايدروكربونات وهناك الطاقة النووية وهناك الرياح وهناك الشمس وهناك الطاقات المتجددة هذه الطاقة هي أحد البداء التي تنظر فيها حكومة البحرين وتنظر فيها دول المنطقة كلنا على حده وينظر فيها أيضا مجلس تعاون كمجموعة في طور بحثي الآن في الدراسات نحن وقعنا مع روسيا مذكرة تفاهم في هذا المجال في أثناء زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى هناك وطبعا روسيا هي دائما شريك حقيقي للمنطقة في أمور كثيرة روسيا هي دولة مجاورة في خلال ساعتين ونصف طير من البحرين أنت تدخل في المجال الروسي روسيا دولة جارة عندنا في المنطقة فأيضا سيكون هناك تفاهم في هذا الشأن لكن لازلنا المجالات الطاقة النووية كثيرة هناك مجالات في الكهرباء مجالات في الصحة مجالات في البحث العلمي أمور كثيرة لازلنا في مسألة إنهاء الإطار القانوني وطبعا ما في شك أن روسيا دائما بحكم قربها بحكم صداقتها بحكم علاقتنا معها سيكون هناك يعني دور كبير في العمل مع روسيا في هذا المجال بس لم نصل إلى تلك المرحلة إلى الآن إذا عدنا إلى التقرير الذي نشره مؤخرا حول اللجنة التي شكلتها مملكة البحرين لجنة مستقلة وخطاب العاهل البحريني الذي دعا فيه لمبادرة تعتبر نوعية الآن في العالم العربي عدنا كون التقرير أيضا حالة نوعية هي تشكيل محكمة عدل أو محكمة لملاحقة ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي هل سيبقى هذا الاقتراح في حدود الخطاب الملكي أم أنكم تعتزمون طرح هذه المبادرة في المنظمات الإقليمية والدولية الخطاب الملكي كان فيه توجيه واضح دكافة أجهزة الدولة للعمل مع هذا التقرير في كل مجال والخطاب الملكي أيضا تضمن مقترحات مهمة مثل هذا المقترح بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان على غرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على غرار محكمة الأمريكتين في سان خوسي كوستريكا لحقوق الإنسان هذه المنطقة هنا تفتقر إلى محكمة مثل هذه منطقتنا شهدت مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان في بلدان كثيرة يجب أن ندخل الآن مرحلة جديدة من المحاسبة أن كل مسؤول أمني يجب أن يرى سلطة قضائية أعلى منه إن كانت في البلد أو كانت في المنطقة تحاسبه على هذا الشيء ويجب أن نخطو هذه الخطوة اللي نخطو مع العالم إلى الأمام وهذه خطوة مهمة جدا سأنقلها إلى الأخوة والأشقاء بصفة رسمية في جامعة الدول العربية هل تعتقدون أن العقلية الرسمية العربية مستعدة لقبول مثل هذا الاقتراح؟ وليش لا؟ هذا الموضوع طرح من ملك مملكة البحرين قيادة رسمية عربية وسيتقبلونها هناك تحولات كثيرة تجري في العالم العربي وهذه الفكرة إن لم تنفذ اليوم ستنفذ غدا لكن اليوم بعد ما مرت فيه بلادنا من محنة حقيقية وبعد ما واجه جلالة الملك الحقيقة وجعل الجميع يستمعون إليها في مجلسه في مكانه هذه هي أحد الأمور التي يجب أن ننظر إليها الآن بأسرع وقت ممكن إن حصلت الآن فنكون سعيدين جدا أن لم تحصل الآن وواجهة عقوبات ستحصل في يوم من الأيام لأن هذا هو الطريق الذي مشى فيه العالم كله وليس لنا أي طريق آخر هل تعتقدون بأن التنسيق الحاصل الآن بين دول مجلس التعاون الخليجي سيصل بها إلى حدود الوحدة على غرار الوحدة الأوروبية بمعنى العملة الموحدة وإلى آخره من المظاهر التي تجعل من هذا التكتل السياسي الاقتصادي الاجتماعي وحدة متكاملة بدون شك وكأنها تكون فاتحة لوحدة الأقليم شوف بدون شك أنت شوف مقومات مجلس التعاون للدول الخليجي العربية أن كان في الإطار أن كان في اتفاقه الاقتصادية أن كان في الاتحاد الجمركي أن كان في أمور كثيرة أدت أن كان في الهيئة الاستشارية كلها أمور أن كان في الخطة تجاه وحدة النقد وأمور كثيرة قد أكون الآن ما جاءت على بالي لكن كلها أمور أدت كانت في يوم اللياء موجودة على أجندة الاتحاد الأوروبي أو غيره من الاتحادات والآسيان عندك مثل آخر في جنوب شرق آسيا هذا بلا شك هذه المقومات تؤدي إلى وحدة متكاملة تؤدي إلى مجلس التعاون في الملمات وفي الأمور المهمة الآن هو وحدة متكاملة وفي عانة أشقائه في اليمن إن كان أو في أمور كثيرة هو وحدة متكاملة يعني نقف دائما كوحدة متكاملة في أمور كثيرة هذه كلها مؤشرات واضحة تشير إلى أن هذا المجلس وجد ليبقى ووجد ليتطور إلى أن يكون تكامل ما بين كامل دولة في واحدة متكاملة هل تعتقدون أن الأزمة في اليمن توشك على الانتهاء بعد قبول الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إن شاء الله التوقيع المبادرة الخليجية شوف يا أخوي اليمن بلد مهب سهل لكن أنا دائما قلت من قبل وقلت في أحد المؤتمرات الأمنية هنا أن البلد كاليمن لن يفشل حسب المفهوم المعروف اليمن لن يفشل كبلد قد يفشل أحد الأنظمة في الإمساك بزمام الأمور أو في أخذ البلد حسب سياسة ناجحة إلى الأمام لكن البلد يشيل نفسه وما هذا الاتفاق الذي وقع وقعه الرئيس علي عبدالله صالح أمام خادم الحرمين الشريفين وكان يوم مهم وكنا حاضرين وكان الوزراء موجودين من كل دول المستعاون إلا خطوة مهمة في هذا الاتجاه وتثبت أن هناك مسؤولية فأنا أتوقع ولدي شيء من التفاعل أن اليمن سيجتاز هذه المحنة لكن ما أود أن أؤكد عليه الآن أن التزام مجلس تعاون باستقرار اليمن سيستمر إن كان ذلك قبل بالتعاون مع دول العالم في دعم اليمن أو كان ذلك بالمبادرة الخليجية حين دخل اليمن في الأزمة وأيضا فيما بعد انتهاء الأزمة إن شاء الله سيستمر دور مجلس تعاون في دعم اليمن هناك ملف آخر مقلق أيضا في المنطقة هو الملف العراقي خاصة بعد الانسحاب الذي تقول الولايات المتحدة أنه سيكون انسحابا كاملا وإن تتردد أخبار الآن أن الحكومة العراقية برئاسة المالكي تطلب من الأمريكان يبقى حوالي عشرة آلاف جندي أمريكي هل تعتقدون بأن هذا الملف المقلق إلى جانب الملفات المقلقة الأخرى في الإقليم تحتاج إلى جهد عربي أكبر من أجل تسويتها وكأن العرب تركوا العراق وحيدا في هذه المحنة يعني هكذا يتصور العراقيون الذين يعانون من وطأة الوضع الأمني والسياسي في بلادهم أخي الكريم أن الكلام أن العرب تركوا العراق وحيد هذا كلام الحقيقة في جانبه الصواب يعني ليس من الصحيح أن يقال هذا كلام بعضك أمثلة بعد ما صار التغيير في العراق وسقط الرئيس صدام حسين وجاءت الحكومة الجديدة وجاءت الفترة الانتقالية من الذي دعا جميع الأطراف العراقية إلى الاجتماع غير الجامعة العربية جاءوا كلهم عن بكرة أبيهم كلهم من كل حزب من كل مجموعة أو بعدين اتفقنا أن يكون الاجتماع الثاني في العراق إلى هذا اليوم لم يحدث هذا الاجتماع اللي كان برعاية جامعة الدول العربية من هي الأطراف اللي كانت في مجموعة دول جوار العراق نحن كنا البحرين كنا من أحد هذه الدول والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن وسوريا إضافة إلى تركيا وإيران وبعدين من الذي فتح السفارات في العراق نحن البحرين فتحنا سفارتنا في بغدال نحن البحرين أول دولة عربية فتحت قنصلية في النجف مصر فتحت سفارتها وقتل لهم سفير الدول كثيرة الإمارات العربية المتحدة المسألة هي مسألة أمنية في المقام الأول في العراق المسألة هي مسألة تدخلات إرهابية تدخلات بشكل يعني يروع إن كان الشعب العراقي أو أيضا الوجود العربي في بغداد نعم يعني أردت أن أسمع منكم أيضا هناك دعوات تنطلق في المنطقة وخاصة في الكويت تقول أنه ينبغي صياغة منظومة لمواجهة ما يعتبرونه هجمة طائفية في المنطقة كيف تتصورون شكل هذا التنسيق؟ أول بلد عانى من هذه الهجمة الطائفية هو العراق نفسه كلنا نعرف أن الطائفية جاءت بالمحاصصة التي وضعت وفرقت الشعب العراقي أخوي أرجع للشعب العراقي في الخمسينات وفي الأربعينات الشعب العراقي لم يكن فقط مثل للمنطقة في ذلك كان أحد الأمثلة اللي ينظر لها العالم أن هذه الدولة في طريقها إلى النجاح عالميا لأن كانت دولة متماسكة الكل المشارك فيها إن كان شيعي إن كان بدوي إن كان سني إن كان كردي إن كان أي إن كان إن كان من أصول تركمانية إن كان اللي يكون كانت دولة فيها حكومة وفيها برلمان وفيها قضاء مستقل ودولة ناجحة وفيها دستور من خيرة الدستير في العالم اليوم بعد ما سقط الرئيس صدام حسين دخلنا في شيء خطير اسم المحاصصة ومن ثم دخلنا في مرحلة خطيرة بعد تفجير سامرة ودخلنا في قتل قتل على أساس طائفي ما بين الطائفة نحن البحرين هنا كنا نقوله دائما نفخر أن نحن مثل للتعايش الطائفي وأيضا التعايش الديني أو التعايش العرقي في المنطقة كلها نحن لازلنا كذلك لكن المشكلة اللي قاعدة تمر فيها المنطقة هذه اللي تكلم عنها الأخوة في الكويت عانينا منها في البحرين وسأتعاني منها دول أخرى إذا ما واجهناها فلذلك الدعوة لمواجهة هذا المد الطائفي يجب أن تكون دعوة مهمة دولة الكويت لما بنت الميناء مبارك الحكومة العراقية رسميا كانت تقول لهم أن ليس هناك مشكلة لكن أحد الوزراء في الحكومة العراقية كان هو الذي يثير المشاكل والكل يعرف انتماءات الطائفية الطائفية سلاح خطير يجب أن نواجه لأنها تفكك المجتمعات وليس فقط تهدد الدول تهدد كل فرد منه تهدد حياتنا في كل مجال وذلك نتفق مع الأشياء في الكويت أن هذا موضوع مهم ويجب العمل بشكل جماعي لمواجهته وليس فقط دور رسمي بل يجب أن يكون هناك دور اجتماعي إن كان ديني إن كان من مجتمع مدني يجب أن يأخذ هذا بكل أهمي وأخيرا كيف تقومون العلاقات الروسية مع مملكة البحرين وهل في النية يعني زيارات أخرى متبادلة الوزير لفروك سبق وأن زار المملكة والعاهل البحريني زار موسكو وأعتقد أن البحرين في طريقة هل تكون شريكا مهما لروسيا في المنطقة نحن نتطلع حقيقة يعني خصوصا بعد ما ذكرت بزيارة جلالة الملك وزيارات الرسمية الأخرى من نائب رئيس الوزراء سيد زبكوف إلى البحرين زيارة أيضا قبل سيد سيرجي لفروف صديقي ونعمل مع بعض في كل مجال أيضا أنا في هذا المجال وعدت لكن هناك زيارات أخرى يعني وزير الطاقة قام بزيارة هناك أعمال كثيرة ما بين البلدين الآن الأخي سيرجي لفروف يعني وعدني وفي انتظاري فإن شاء الله أنا بقوم بهذه الزيارة وسنعمق العلاقات لكن طبعا يجب أن هذه الزيارات تكون لها فائدة إلى أين سيخطوا البلدين في التعاون المشترك وفي بناء المصالح المشتركة نحن هدفنا الآن هو بناء مصالح مشتركة ليس فقط مع البحرين بل أيضا مع كل دول مجلس التعاون أنت لما تتكلم مع دولة من دول مجلس التعاون تتكلم مع الكل في أي دولة منهم فنحن نتطلع أن نكون مع روسيا شركاء أساسيين لأمن واستقرار وتطور ونماء هذه المنطقة الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين شكرا جزيلا لكم على هذه الإضاحات ولكم أعزائي المشاهدين أضيب التحيات وهذا سلام مسافر يحييكم من العاصمة البحرينية المنابة اشتركوا في القناة